النهاردة احنا في يوم 26 رمضان ودخلين على ليلة ورترية الناس كلها بينتظروها من السنة للسنة والليلة دي كتير من الناس بينتظروا ان هي تكون ليلة القدر واحنا عارفين ان الليالة الورترية هي ارجى الريالي ان هي تكون ليلة القدر ليلة القدر اللي خلتنا انغمسنا في السلام في شهر رمضان كله ليلة القدر يخير من 1000 شهر وعشان كده احنا عاوزين النهاردة نتكلم عن سلام يليق بالليلة دي يليق بكرم ربنا سبحانه وتعالى بالليلة دي يليق بكل الانوار والاسرار اللي بتكون في الليلة دي السلام اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو سلام عزيز علي سلام لما بتجربه وبتعيشه بيغير نظرتك للحياة كلها السلام اللي احنا نتكلم عنه النهاردة هو سلام الوسع اذا كانت الليلة القدر خير من 1000 شهر وربنا بيعتق فيها اكتر مما يعتق في سائر الشهر فده بيخلينا محتاجين نفهم شوية حاجات مهمة فنفهم كده اننا بنتعامل مع رب واسع كريم سبحانه وتعالى يعطي عطاء مال لا يخسى الفاق ويعطي عطاء لا ينضب فنتعلم ان احنا نعيش بالوسع في سائر ايامنا مش بس في ليلة القدر وهو ده المقصود لكن في ناس كتيرة بيكون عندها خوف في العشر الاواخر بالذات بتحس ان هم عندهم خوف شديد وبالذات لما بنكون داخلين على ليلة اوترية وهو الخوف من عدم ادراك النفحات ان ليلة القدر ما يستطيعوش ان هم يدركوها ويبقى عندهم انا شيء بسميه كده قلق ليلة القدر اللي هو بانك ليلة القدر ان هو ما يقدرش يحصل ده فكلنا بنكون حارسين ان احنا نحصل النفحات اللي بتكون في ليلة القدر لكن خوفنا ممكن يفسد علينا الليلة دي وعشان كده اول شيء لازم نعرف نعرفه وانحنا نتعامل مع ليلة القدر هو معنى ليلة القدر فليلة القدر هي ليلة الواصلة يعني ايه ليلة الواصلة ليلة الواصلة هي مش ليلة فقط عشان الواحد فينا يبقى يوصل للي هو عايزه لكن هي ليلة القدر هي ليلة التغيير الشامل لحياة الانسان هي ان قلبك يكون موصول بالله سبحانه وتعالى فتتحول بصرتك الى رؤية اوسع ما يمكن ان تراه في الحياة وعشان كده الكلام عن ليلة القدر وكلام عن الملائكة اللي بتنزيل وازاي ان هذا الزخم وهذا الوسع وازاي الارض بتتسع لكل هؤلاء الملائكة الذين ينزلونا في هذه الليلة لكن لو ربنا سبحانه وتعالى انت عارف انه ونظرلك في ليلة القدر خلاص بتتخلق من جديد وبتبقى انسان كديد وعشان كده ليلة القدر بتصنع عندنا عين جديدة نشوف فيها الحياة تعالوا نشوف المعنى ده وتعالوا نعرضه مع بعض ونشوف هيعمل ايه في حياتنا المعنى بيقول ان الناس دايما اوما بيتكلموا في الازمانة الفارقة يقولك انت اما عندك عين بتشوف التفاصيل او اللي هي عين النملة او عين بتشوف الرؤية كلها الكبيرة الوسعة وهي عين الطائر بس ليلة القدر بتربينا على عين جديدة اسمها عين النور عين النور دي اللي بتشوف من عند الله اللي بتشوف الاشياء على حياتها بتشوف الاشياء من عند الحق فترى كل شيء بقدره يعني ايه ترى كل شيء بقدره انا عندي رؤية شوية عن ليلة القدر ليلة القدر هي ليلة القدر اللي انها بتعيد رؤية الاشياء على حقيقتها فنرى الاشياء الصغيرة صغيرة ونرى ما عند الله أكبر وهو ده اللي ممكن يبقى له قدر وعشان كده يا إسماء ليلة القدر وكان الوصف اللي ربنا ارتضاه لليلة القدر والتعريف اللي ربنا ارتضاه لليلة القدر أنها خير من ألف شهر الناس جار العادة عندها لأنها دايماً بتبص بعين النملة فجار عندهم أنهم يكلموا بالكلام الكمي فقالوا أن ليلة القدر خير من ألف شهر يعني خير من 83 سنة بس هو الحقيقة التعبير القرآني هو تعبير معجز هو قال خير من ألف شهر يعني إيه خير من ألف شهر يعني ليلة القدر خير من الدنيا وما فيها لأن التعبير القرآني لما يستخدم كلمة ألف فده أقصى رقم عند العرب فمعناه أنه إيه خير من ألف شهر يعني خير من العمر كله فتبقى ليلة القدر خير من العمر كله ليه خيره من العمر كله لأن أنت لو عرفت ترى الأشياء من عند الله هيتغير حياتك كلها و هتبقى حياتك كلها أنت شايف الأشياء على الحقيقة و ده مش هيحصل غير لما يحصل لك وسط و يحصل لك وسع فترى الأشياء مش بقى بوسع عين الطائر اللي بيبص من الأفاق العليا ولا بيبص من السماء لا أنت هتبص من عند صدرة المنتهى أنت هتبص من عند العرش فهتشوف الدنيا بمعنى تاني بمعنى حقيقي فتشوف الفاني فاني و تشوف الباقي باقي و تشوف ما كان لله ده ما و اتصل فهنا تشوف الأشياء واسعة و تشوف الأشياء اللي تخليك تقدر تصبر و تقدر ترضى و تقدر تكون في حال الرضى مع الله بس فكرة الوصل بالله هي مركز القصة كلها عشان تقدر تشوف الدنيا على وسعها و تشوف وسع الله سبحانه وتعالى و وسعتها و كأنك بترى تصريف الأقدار فتهدأ بالا و يحصل لك السلام اللي احنا بنقول عليه السلام الوسع اللي جيه مع عين النور اللي بتخليك تشوف الحاجة من أعظم وسع ممكن تشوفه و هو وسع الواسع سبحانه وتعالى و عشان كده لأنك انت هتشوف الحاجة من عند صاحب الفعل لأنك انت هتشوفها من عند الله و ساعتها كل حاجة هتتحط في قدرها فساعتها هتلاقي أوجع كتيرة زالت و هتلاقي حاجات كتيرة راحت من قلبك لأن انت شايفها من عند من من عند صاحب الفعل فما تروحش بقى ليلة القدر دي عشان تلاقي نفسك و تلاقي لزة عبادتك لكن روح عشان ترى من عند مولاك أقولك بس حاجة عشان تفهم اللي أنا بقوله ده بشكل واضح حضرة النبي أقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة بس في ناس كتيرة الدنيا بتساوي عندهم حاجات كتيرة بس شوف كده لو كانت الدنيا تساوي عند الله إذن في رؤية من عند الله الرؤية من عند الله هي رؤية الوسع دي اللي احنا بنتكلم عنه فانت لازم تروح لربنا متجرد لا تلبس إلا ثوب العبودية أنك عبد لله سبحانه وتعالى فكل اللي انت ممكن تظن أن انت هتحصله ما يسويش أن انت تحصل أن انت عبد لله هيحصل لك أليس الله بكاف عبده كل اللي هيروح ربنا هيروح عنده النور واللي هيروح بالغرور مش هيروح إلا النفس الأموارة بالسوق لو انت خايف ما تلاقيش شيء في الحساب ولا خايف ما تلاقيش الأحباب خايف تخرج من رمضان من غير أرقام أو خايف أن انت ما تحصلش الرصيد اللي انت عايسه وما يكونش ديك صلة بالله سبحانه وتعالى عشان كده احنا في النهايات بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى بحماس البدايات لأننا عارفين أنه لا مكان للنهايات في معاملة الله ليه؟ هو دوات سلام الوسع كده سلام الوسع ما يعرفش النهايات يعرف أن مع كل نهاية بداية وهذا مناسب لكرم رب البرية سبحانه وتعالى فكل شيء إذا تجلى عليه الله سبحانه وتعالى وكله النهاية جعل النهاية دي بداية لأن الله سبحانه وتعالى يخلق وما زال يخلق وما زال يوسع الخلق وعشان كده حتى السماء والسماء بنينا بأيدن وإننا لموسعون فربنا بيوسع ففكرة النهاية مش موجودة عندنا ما حدش عضيع منه فرصة لأن ما فيش حاجة اسمها الفرصة الأخيرة ما فيش حاجة اسمها أنا انت عيت خلاص ليلة القدر الراحت ورمضان الراح ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده مع ربنا سبحانه وتعالى ما فيش ضياع أنت لو انتهيت لأنك ظننت أنك تركت مولاك سبحانه وتعالى وفاتدك لكن الله سبحانه وتعالى لا يفوتك لأن الحقيقة بتقول ما ودعك ربك وما قال فالحقيقة بتقول الباقي معك ما ودعك وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا جدا علمنا من أول رمضان وبيأكد علينا المعنى ده مو من فرقهوش إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسفتت الشياطين فالله سبحانه وتعالى ما أقربش منك الجنة والهدى والقرب والود عشان يحرمك بعد كده إلا وهو يريد أنه يعطيك سبحانه وتعالى وقال العلم قاله التقديم علامة الإذن بدل هو أقدم لك وفتح لك أبواب الجنة فهو عايزك تدخلها فلما تزور حد يقدم لك أكل فهو أزن لك أن أنت تأكل منه ولما ربنا سبحانه وتعالى أزن لك وفتح أبواب الجنة وأزن لك بالوجود في حضراته سبحانه وتعالى فهو وهو اللي قال لك وهو معكم أينما كنتم يبقى أنت لازم تفهم أن رمضان ده بالنسبة لك هيكون حياة واسعة لا تنتهي إحنا مش بنكلمك على أن أنت بتتكلم على الصدقة الجارية اللي بيها تعيش بعد الموت إحنا بنكلمك أن الحياة دي هتكون أوسع مما تتصور ليلة الأدر أهم حاجة فيها بكل اللي فيها ده بتخلي الإنسان يفهم معنى مهم جدا معنى أن ليلة الأدر دي ممكن تكون فيها ما لا عين الرأت ولا أزن سمعت ولا خطر على قلب بشر ليلة الأدر دي فيها من الوسع ما لا يعلمه إلا الله وعشان كده لازم نعيش بسلام الوسع هنشوف إزاي نعيش بسلام الوسع